موسيقى وزير الخارجية عمليات اسرائيل في غزة تتعارض جزئيا مع القانون الدولي حزب الحرية يتوعد المهاجرين باجراءات صارمة في بيان من مئة صفحة حزب الشعب يكشف عن نموذج جديد للمساعدات بعد خمس سنوات ارتفاع ملحوظ في حالة التجنيس بالنمسا والسوريون في الصدارة النمسا تسجل انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6.4% مدحف فيينا يستعرض التراث الإسلامية ودوره في تاريخ المدينة مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعرب وزير الخارجي النمساوي أليكسندر شالنبرغ عن رفضه لعمليات التهجير في قطاع غزة واصفا إياها بأنها غير مقبولة ودعا إلى إدارة مدنية فلسطينية للقطاع مع استبعاد أي دور لحماس في المستقبل وشدد شالنبرغ على ضرورة وجود دولي في غزة وفيما يتعلق بإسرائيل أبدأ شالنبرغ قلقه من احتمال إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية معتبرا أنه غير مقبول بسبب مساواة حكومة ديمقراطية بحماس حسب وصفه وأكد أن إسرائيل يجب أن تميز بين قادة حماس والمدنيين بشكل أكثر وضوحا مع الامتثال للقانون الدولي أعلن حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف بقيادة هيربرت كيكل عن خطة صارمة ضد الهجرة في حال تشكيله الحكومة المقبلة تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وتقليص طلبات اللجوء إلى الصفر وشد ذكيكل على منع انضمام أفراد الأسرة للمهاجرين الحاليين أي لم الشمل كما اقترحت داقمار بيلاكوفيتش عضوة البرلماني عن الحزب الضغط على الأجانب في المدارس قائلة أن التلاميذ الذين لا يحترمون القوانين يجب أن يجبروا على مغادرة النمسا ويحمل البيان الانتخابي للحزب عنوان حصن النمسا حصن الحرية ويفطرض استطلاع الرأي فوز الحزب بنسبة 27% في انتخابات سبتمبر قدم حزب الشعب النمسوي اليوم نموذجا جديدا للمساعدات الاجتماعية بعنوان مساعدات اجتماعية جديدة تركز على مبادئ العدالة والأداء بهدف مكافحة إزاءة استخدام المساعدات ومنع الهجرة إلى النظام الاجتماعي ووفقا للبرنامج لن تمنح المساعدة الكاملة إلا بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية مع التركيز على تقديم مساعدات عينية بدلا من النقدية وستقل المساعدات المالية للأسر مع زيادة عدد الأطفال وفي المقابل يمكن الوصول للمساعدات الكاملة للمشاركين في العمل أو البرامج التكاملية مثل دورات اللغة الألمانية حيث سيحصل اللاجئون على نصف المساعدات فقط شهدت النمسا زيادة كبيرة في حالات التجنيس خلال النصف الأول من عام 2024 حيث ارتفعت بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووفقاً لبيانات إحصائيات النمسا تم منح الجنسية النمساوية لأحد عشر ألف وخمسين شخصاً بينهم أربعة آلاف ومئة وواحد وخمسين يعيشون خارج النمسا وكان نحو 37% من هؤلاء من أحفاد ضحايا النظام النازي مستفيدين من قانون يسمح بذلك منذ سبتمبر 2020 كما ارتفعت حالات التجنيس الأخرى بنسبة 19% مع تسجيل زيادات في جميع الولايات الفدرالية باستثناء بورغنلاند وفيينا وكان معظم المتجنسين من سوريا وتركيا وأفغانستان شهدت النمسا في عام 2023 خفاضاً في انبيعات الغازات الدفئة بنسبة 6.4% مقارنة بالعام السابق بفضل التدابير الحكومية وارتفاع أسعار الغاز والنفط بسبب حرب أوكرانيا وأعلنت وزيرة البيئة لينير جافسلار أن هذا الانخفاض يعادل 4.7 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مع تحقيق معظم الانخفاض من خلال سياسات المناخ بينما سهم التقص المعتدل والأوضاع الاقتصادية في انخفاض طفيف قدره 1% وانخفضت الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة 3.8% وفي قطاع البناء بنسبة 1.5 مليون طن بفضل التحول إلى أنظمة التدفئة المتجددة فيما تدعو المنظمات البيئية لمزيد من التدابير الطموحة لتحقيق الأهداف طويلة الأمد أطلقت الأكاديمية الصيفية للتراث الإسلامي في بينا بمتحف المدينة مبادرة لتسليط الضوء على وجود الإسلام في تاريخ المدينة منذ قرون وليس فقط بسبب الحصار العثماني ويستعرض المختصون في الجلسة الأولى معروضات تاريخية تجسد انجذاب بينا الطويل إلى الشرق وفي التاسع والعشرين من أغسطس سيناقش المشاركون أثار التراث الإسلامي في الأماكن العامة بينما يركز اللقاء الختامي في الخامس من سبتمبر على جماليات التراث مثل الخط العربي والزخارف ويهدف المتحف من هذه المبادرة إلى مواجهات التحييزات المنتشرة حول الإسلام وتسليط الضوء على دوره في الثقافة النمساوية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا أدهم اللي جي أمسي سعيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة